شرقية نشأ وسط عطا هو الابن الاكبر فيها وربما كان هذا هو السر في تكوين شخصياته القيادية والسياسية لم يكن بمعزل ابدا عن قريته واهله منذ ان التحق بجامعة القاهرة عام سبعين وبعد رحيل والده كان بمثابة الاب لاشقائه الخمسة تربطه بهم وبالام التي رحلت عام 2009 علاقة مختلفة جعلته المرجع الاول لهم في كل امور حياتهم دكتور محمد مش منوء اللي بيفرح منوء اللي بيفكر كتير مهموم الاول كان بيفكر فينا وفي المعيشة وفي الحالة الصعبة مكان بيجي كان بيعلمنا احنا اطفال كده ازاي نعمل ابوين ازاي نعمل امي يحب على ايديه ينزل لوطي يحب على ايد ابوه يحب على ايد اموه ماشي انشاء الله يطلع لعند الزأزق ويرجع يعمل كده الدكتور لما نزل من امريكا كان واضح كنت انا نستمش في الاخوان كان واضح ان الدكتور يعني سياسي اخني الاخوان ان شاء الله حيبه في وضعي يعني غير طبيعي نسبالي يعني بيختلف عن اي اخ من اخواتي لاني بشوف في الاب لان انا يعني ما عدتش مع والدي في الفترة اللي انا كنت محتاجة فيها كان الوالد توف فانا فعلا يعني بحس معا احساس تاني خالص يعني الدكتور محمد مرسي استاذ هندسة المواد اصر على عودته من الولايات المتحدة الامريكية بعد حصولها على الدكتوراه من جامعة جنوب كاليفورنيا ليعود الى جامعة الزقازيق ليكون في خدمة ابناء وطنه الذي ظل متابعا لأحوالهم طوال فترة غيابه خارج الوطن احنا بنتشرف به في اي مكان جابل ما يعني انتخابات للرئاسة وجابل ما يبقى حزب الحرية والعدالة كمان رئيس ديها هو احنا بنتشرف به في كل مكان لانه خدوم لأهله بحب اهله راجل يعني يحس بالفقراء ورجل فقير مش راجل سري عشان ما يحسش بينا ولد مرسي في الثامن من اغسطس عام 1951 في قرية العدوى بمحافظة الشرقية تفوق عبر مرحلة التعليم في مدارس محافظة الشرقية وانتقل للقاهرة للدراسة الجامعية ترشح الانتخابات مجلس الشعب عام 1995 وانتخابات عام 2000 وشغل موقع المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للاخوان واختير كافضل برلماني في العالم في دورة 2005 فهو صاحب اشهر استجواب في مجلس الشعب عن حدثة قطار الصعيد واعتقل عدة مرات ما بين عام 2005 وعام 2011 اخرها يوم جمعة الغضب اثناء ثورة يناير وعقب الثورة انتخبه مجلس شورى الاخوان في الثلاثين من ابريل عام 2011 رئيسا لحزب الحرية والعدالة